احنا هنفضل نأزم على بعض كده كتير يعني مش فاهم هنفضل نأزم على بعض كده كتير النادي الاهلي بيفرط تاني تاني في هدايا نادي الزمالك النادي الزمالك بيهديك وبيتعادل معاك وبيفيدلك لقات وبيخش في دوامات وصراعات وانت زي ما انت ليه؟ ليه السبب ده؟ ليه لي من بنوصل يعني كل ما الزمالك تكون اوحش انت كون اوحش يعني بيفرط في النقاط والفرقة هيضاعف وانت تيجي الطب وانت تيجي الطب فيه ايه عام؟ فيه ايه حبيبي؟ فيه ايه انت النهارده ايه اللي ما يخلكش تكسب؟ انت بيطلع بالمصري عفوا يعني المصري النهارده انت تكسب ميز تريح ميز تريح وطلعت باكتر من كورة واكتر من فرصة انفراضات مؤكلة مفيش اللعيبة اللعيبة تايها اللعيبة تايها اللعيبة فأدى شخصيتها فأدى نفسها فأدى تركيزها فأدى كل شيء النهاردة انت بتروح للمرمى بكل سهولة وينراجب بصراح كولر كولر عمل اللي عليه زيادة ما حادش يلومه لكن النهاردة اللعوب على اللعيبة اللعوب على اللعيبة وظيفة المدرب ايا جماعة انه هيخلق لك فرص تمام تهديفية ويوديك على المرمى بكذا حل بكذا حل انت النهاردة روحت على المرمو وروحتش روحت انت رايح بانفراد يا افشة افشة انفراد الكرة اكي عملت في رجله انت من نص الملعب انفراد بتجري تبصيها ليه الشحات حتى لما ببفتها له لما تزلق بفتها له يعني انت ليه من بداية ليه ليه ما جريدش فين السرعة مفيش يابقى الارض هزحلق يابقى هقع تبصيها للشحات بالطريقة دي والشحات بضيحها فيه النهاردة تعيب على القلر في نقطة واحد هي البداية بسافيو تمام لان سافيو النهاردة لما بدأ في حت علي معلول وتمركزه قدام علي معلول موت علي معلول في الشوط الاول علي معلول مطلعش تماما بسبب سافيو اللي اصلا لما كان بيروح عرضياته كانت قليلة وضعيفة ووقعة جدا ده الشوط الاول تمام طب لما بدل في الشوط التاني بعد اول عشر دقايق ولزل احمد عبدالقادر لا علي معلول اشتغل بقى افضل طب تيجي بقى اليامة التانية حسين الشحات ومحمد هاني جابها شغالة نار نار بس لا فيش انتاج شغالة نار عرضيات هاني كلها تحس ان فيه فين اه نروح لها فين يا في قلب الجن يا برا خالص يا بعيدة قوي فين انا مش فاهم يا جماعة مش فاهم هنفضل لحد امتى نهدر نهدر الفرص دي سمعني اقولك ان اللعيبة حرفيا حرفيا فقدة شخصيتها فقدة روح النادي الاهلي مفيش اللعيبة دي مش هرب الروح هو نف في فيناريو السنة اللي فاته هو هو انت برضو مش عارف حاسه بيتكرر قدامي بيتكرر قدامي انت في البردو في الدور الاول عمال بتكسب وتضيع وتروح كل ما زمانك يقع انت بتقع ليه انت النهاردة ما كسبك يفرقك سبعة بنت عنه لما تلعب ماتشك معايا الماتش اللي جاي تمام زمانك والاهلي كسبته بقيت عشرة نقط عشرة نقط خلاص رحت كاس العلم مستريح رحت مستريح الفرق كبير حطيت ضغط على المنافس بفرق كبير جدا وصدرت له مشاكل لكن انت بتفوقه انت بتفوقه ازا مالك لو فاء هيتعبك هيفضل يضغط عليك انت طول ما انت بتكسب وهو بيفقد نقاط بيتعادل وبيخسر تمام انت بتصدر له ازمات هتفرق بعد كده هتفيدك بعد كده قدام لكن انت عادش كده النهاردة ما حدش يقول لي ان المصري المصري النهاردة بل بالعكس جات له فرستين تلاتة كان بلعب على المرتدة وجات له فرستين تلاتة كان ممكن يعمل بهم يعني بصراحة نتيجة عكسية تماما للينادي الاهل لكن انت النهاردة فهم مفيش بتروح بروح بعمل ايه بعد ما بروح اي حاجة اي حاجة حمد ابي اي حاجة يا جدع انت الكرة بتاعت قفشة دي كانت سهل جدا تخلص انفراض من نفس الملعب يا اخي اجري مش قادر تجري ايه قفشة فيه ايه لا بصراحة